بسم الله الرحمن الرحيم عزيزتي التلميذة عزيزي التلميذ سيداتي وساداتي نلتقي مجددا في حصة أخرى من حصة دعم مادة الرياضيات المتعلقة بالسنة الثانية من سلك الباكالوريا شعبات العلوم الرياضية في حصة اليوم سنتكلم مرة أخرى عن المتتاليات العددية نتذكر جميعا أنه في الحصة السابقة كنا نتركنا لكم نص التمرين حول المتتاليتين المتحاديتين وطلبنا منكم إعداده حتى نتمكن من حله في هذه الحصة ونقارن ما توصلتم إليه من حلول مع ما سنردو عليكم من حلول إذن نبدأ بالتذكير بنص التمرين كنا اخترنا متتاليتين وين وين أن من النجمة وين معرفة بالمجموع من كا تسوي واحد حتى الكا تسوي أن واحد على كعاملي بينما وين هي وين ذايد واحد على أن عاملي السؤال بطبيعة الحل كان هو بين أن المتتاليتين متحاديتين في الحل سنبدأ بحساب نهاية فرق المتتاليتين بديه أن فرق المتتاليتين هو واحد على أن عاملي ويقول إلى السفر إذن لميت دي الفين ناقص وين تسوي سفر هذا من جهة من جهة أخرى نلاحظ أن وين بديه أنها متتالية تزايدية لأنها مجموعة حدود وكل حدود موجبة إذن يمكن القول أن وين زايد واحد ناقص وين تسوي واحد على أن زايد واحد عاملي وهو موجب إذن بديه أن المتتالية وين تزايدية عكس المتتالية وين التي يتطلب دراسة رتابتها إذن من أجل هذا نحسب كما تعودنا على ذلك وين زايد واحد ناقص وين أعود لأحصل على الكتابة التي تبدو أممكم على الشاشة قبل أقليل لاحظنا أن وين زايد واحد ناقص وين وواحد على أن زايد واحد عاملي لأحصل على وين زايد واحد ناقص وين تسوي جوج على أن زايد واحد عاملي ناقص واحد على أن عاملي بطبيعة الحال هنا أعمل بوحدة لأن عاملي لأحصل على وحدة لأن عاملي عامل لجوج على أن زايد واحد ناقص واحد بعد الحساب الترتيب نحصل على في النهاية وين زايد واحد ناقص وين تسوي واحدة لأن عاملي موجب في 1-n على n زايد 1 n زايد 1 أيضا مجابة لكن 1-n سالبة لأن n من n نجمة وبالتالي vn زايد 1-vn سالبة مما يخول القول أن المتتالية vn تناقصية يدنب أن نهاية الفرق هو صفر vn تزايدية vn تناقصية ويمكننا القول في النهاية أن المتتالية vn وvn هما بالفعل متحادية أمر إلى خاصية وهذه الخاصية تهم هاتين المتتاليتين المتحاديتين وتكتسي أهم يبالغة لنقرأ إذا كانت المتتاليتين vn وvn متحاديتين فإنهم متقاربتان ولهما نفس النهاية نبين هذه الخاصية نعيد قراءتها ما فيها باس مرة أخرى إذا كانت المتتاليتين vn وvn متحاديتين فإنهم متقاربتان ولهما نفس النهاية في البرهان بما أن المتتاليتان متحاديتان يقول للتعريف أن إحدهما تزايدية والأخرى تناقصية سأعتبر أن vn تزايدية vn تناقصية يمكن إعتبار العكس وهذا لن يغير شيئا في هذا البرهان إذن vn تزايدية وvn تناقصية أبدأ بحساب limit أو أقول شق التاني من التعريف يقول لي limit vn نقص vn تسوي 0 نضع vn هي vn نقص vn إذن limit vn تسوي 0 أبدأ برتابة دبل vn الدلة دبل vn من أجل هذا نحسب vn زايد 1 نقص دبل vn يسوي vn زايد 1 نقص vn زايد 1 نقص vn نقص vn التي تسوي هكذا vn زايد 1 نقص vn نقص vn زايد 1 نقص vn هذه الكتابة تمكنني من تحديد الإشارة باعتبار أن vn متتالية تناقصية وبالتالي vn زايد 1 نقص vn ساليبة بينما vn زايد 1 نقص vn موجب لأن vn تسوي دية إذن أحصل على عدد ساليب نقص عدد موجب والكل سيعطيني عدد ساليب إذن vn زايد 1 نقص vn ساليبة مما يخولي القول بأن المتتالية vn تناقصية لاحظوا معي هي تناقصية وتأول إلى الصفر المتتالية vn تناقصية وتأول إلى الصفر هذا يعني أنها أن جميع قيمها هي موجب وهذا ما كتبناه هنا لكل عن من vn أكبر من صفر لكن vn هي vn نقص vn هذا يكافئ إذن لكل عن من vn أصغر من vn هذا الاستنتاج سنعتمده فيما سيطلو من برهان لدينا المتتالية vn تزايدية إذن لكل عن من vn 0 أصغر من vn لأن vn تزايدية بنفس طريقة المتتالية vn تناقصية إذن لكل عن من vn أصغر من v0 لاحظوا معي هنا لدي ثلاث كتابة ثلاث متفاوتات إذا شئتم أعزائي التلاميذ وهي صحيحة بالنسبة لكل عن من ن إذن سأجمع المتفاوتات الثلاثة في نفس الكتابة لأحصل على هذه الكتابة وهي ثلاث متفاوتات لها أربعة أطراف هذه الكتابات تخولي للقول أن vn تزايدية ومكبورة بv0 وهذا ما كاتبناه هنا المتتالية vn تزايدية وهذه المتفاوتات تبين أن المتتالية vn مكبورة بv0 إذن متقاربة بنفس الطريقة المتتالية vn تناقصية ومصغورة بv0 هذا ما كاتبناه هنا إذن المتتالية vn متقاربة نضع limit المتتالية vn عفوا متقاربة نضع limit vn تسوي l و limit vn تسوي l' من الكتابة limit vn ناقص limit vn تسوي limit vn ناقص limit vn تسوي l' التعريف يقول لي أنها تسوي 0 تعطيني مباشرة l تسوي l' وهذا ما كنت أسعى إلى الوصول إليه مباشرة بعد هذه المبرهنة مثال نختار المتتالية xn كما يبدو معكم على الشاشة لنقرأ xn هي مجموعة حدود هي مجموعة هي مجموعة الحدود من k تسوي 1 تسوي 1 ناقص 1 k زايد 1 على k 2 من المتتالية xn ستنبطق متتاليتين يعني نقول أنهم المتتاليتين المنبطقتين عن xn بالفرنسي نقول لدو سويت أكستخات دو سويت xn نعرفهما هكذا الاثنتين نضع 1 1 أكبر من 1 1 2 1 1 1 xn بينما 2 هي x 1 1 هاتين المتتاليتين تسمعين المنبطقتين على المتتالية xn بطبيعة الحال السؤال هو بين أن 1 و 2 متحاديتين نبدأ بحساب الفرق ثم نمر إلى النهاية في الحل إذن نحسب الفرق هو xn xn 1 لكن أراحضوا معي عزيزي التلاميذ أن xn هي مجموعة الحدود من 1 حتى jn بينما xn 1 هي مجموعة الحدود من 1 حتى jn 1 1 أقول x jn يمجموعة الحدود من 1 حتى jn بينما x jn 1 مجموعة حدود من 1 حتى jn 1 إذن إذا عملت الفرق تبقى حد 1 هو الحد اللي الدرجة متاعه jn ويساوي ناقص 1 أس jn زايد 1 على jn أس 2 ألاحظ هنا أن jn زايد 1 عدد فردي إذن يعطيني هذا ناقص 1 على jn أس 2 أقول vn ناقص 1 هي ناقص 1 على jn أس 2 وهذه الصغة تقول إلى الصفر هذا ما كتب له هنا وهذا هو الشق الأول من التعريف بقي رتابة كل المتتالية من المتتاليتين أبدأ بvn من أجل هذا تعودنا على هذا نحسب vn زايد 1 ناقص 2 لنفس الاعتبار تبقى لجوج الحدود وهما الحد من درجة جوج n زايد 1 والحد من درجة جوج n وهذا ما كتبناه هنا إذن vn زايد 1 ناقص 2 تساوي ناقص 1 أس جوج n زايد 1 على جوج n 2 زايد ناقص 1 أس جوج n زايد جوج على جوج n زايد 1 لكل 2 بقيت لي ملاحظة أن جوج n زايد 1 فرطي وجوج n زايد جوج جوج لأحصل على هذه الكتابة الثريبة بسيط أنه بينا أن هذه الكتابة ثريبة لأن جوج n زايد 1 2 هو أكبر من جوج n أس 2 نأمر إلى المقلوب إذن أحصل على 20 زايد 1 ناقص 20 سعيبة مما يعطيني المتتالية 20 تناقص بنفس طريقة تماما أبين أن المتتالية un تزايد أحسب un زايد 1 ناقص un هي x جوج n زايد جوج ناقص x جوج n هذا فرق مجموعين تبقى لجوج للكتابات الكتابة الأولى هي ناقص 1 جوج n زايد جوج على جوج n زايد 1 لكل أس 2 بينما الكتابة الثانية أو الحد الثانية هو ناقص 1 جوج n زايد 3 على جوج n زايد جوج لكل أس 2 ولاحظوا بنفس طريقة أن جوج n زايد جوج هي عدد جوج بينما جوج n زايد ثلاثة هو عدد فردي لأحصل على هذه الكتابة وبديه مبسط جدا أن نبين أن هذه الكتابة أكبر من صفر لأن جوج n زايد 1 لكل 2 أصغر من جوج n زايد جوج الكل 2 برهنت على أن 1 زايد 1 ناقص 1 أكبر من صفر هذا يعني أن المتتالية 1 تزايد وإذا جمعت نتائج تلاذ التي برهنت عليها يمكن القول أن المتتالية 1 و 2 هما متحد بعد هذا أمر إلى التمرين نقرأ نص التمرين نعتبر المتتالية التي تبدأ أمامكم على الشاشة 1 1 من 1 جم بحيث يسافر تسوي جد جوج على جوج و 1 معرف بالنسبة لكل 1 من 1 يساوي جد 1 و 2 وهي علاقة ترجعية الأسئلة نقرأ الأسئلة السؤال الأول بين أن يوان تقع بين 0 و 1 هذا صحيح بالنسبة لكل 1 من أن تانيا أدرس رتابة المتتالية يوان ثم استنتج أنها متقاربة ثالثا بين العلاقة يوان تساوي كوس بي لجوج أس أن زائد 2 صحيح بالنسبة لكل أن من أن ثم حدد النهاية يوان هذه هي أسئلة هذا التمرين سترون أن أسئلة هذا التمرين ستمكن من المرور على معظم الخاصية الهامة التي تترقنا إليها سواء داخل هذه الحصة أو في الحصص السابق إذن نشرع في الحل نبين أن يوان محصورة ما بين سفر وواحد بالنسبة لكل أن من أن بالترجع على أن وفي هذا تذكير بالبرهان بالترجع عزاء التلاميذ أولا يسفر معطى هذا سيسوي جد رجوج على جوج هو بالتأكيد محصور ما بين سفر واحد إذن المتفاوتتين التي نريد البرهان عليهما صحيحاتين بالنسبة للحد الأول أن يسوي سفر افتراض ترجع نفترض أن سفر وواحد هذا افتراض الترجع يمكن أن استعمله في البرهان على أن وين زايد واحد أيضا هي الأخرى محصورة ما بين سفر وواحد بالنسبة للمتفاوتة الأولى سفر أصغر من وين زايد واحد يكفي أن راسغة وين زايد واحد هي جدر واحد زايد وين على جوج وين افترض مجابة هي مجابة إذن بديه أن المتفاوتة الأولى محققة بقيت لي المتفاوتة الثانية لها وين زايد واحد أصغر من واحد أقول هنا المتفاوتة وين زايد واحد أصغر من واحد تكافئ على التوالي هنا عوضت وين زايد واحد بسغطها لدي متفاوتة طرفها مجابين الاثنين يمكن أن أرفع إلى اس اثنان لأحصل على هذه الكتابة وهذه الكتابة تكافئ وين أصغر من واحد وهذا صحيح لأن هذا افترض صحيح بالنسبة لإفتراض الترجع أبدأ هنا ملاحظة تكتسي أهمية بلغ عزي التلاميذ تتعلق بالإنشاء الرياضي وطريقة كتابة النتائج المتوصل إليها بالنسبة لكل هذه التكافؤات أنا أفضل بالنسبة لإنشاء رياضي جيد أن نكتب المتفاوت وين زيد أصغر من واحد تكافئ على التوالي ثم نكتب كل الكتابات التي تكافئ وهذا أفضل بكثير من أن نكتب تكافؤات بعد التكافؤات برموز هذا يعني الإنشاء الرياضي سنرجع إلى عدة ملاحظات تهم الإنشاء الرياضي لأنه يكتسي أهم بلغ في درس الرياضي بعد هذا أبحث عن رتابة وين المتتلية وين من أجل هذا تعودنا على هذا وين زيد واحد ناقص وين أحسب وعوض وين زيد واحد بثغتها أضرب في المرافق الآن لأحصل على هذه الكتابة ثم أحسب أحصل على هذه الكتابة يمكنني أن أعمل بعد التعمل أعمل البسط أحصل على هذه الكتابة المعملة نلاحظ أن وين موجب إذن وين زيد واحد لجوج موجب ثم ما في المقام هو بديه أنه موجب إذن هذه إشارتها مقدمة بواحد ناقص وين لكن وين محصورة ما بين سفر وواحد هذا برهن عليه إذن هي موجب إذن وين زيد واحد ناقص وين موجب هذا معني بأن المتتالية وين متتالية تزايدية إذن المتتالية وين تزايدية وبرهن أنها مكبورة بواحد إذن فهي متتالية متقاربة نبين نبين في سؤال ثالث بالترجع العلاقة لكل أن من أن وين تساوي كوس بي على جوج وس أن زائد إثنان بطبيعة الحال إذا استطعت أن أبين هذه العلاقة سأطبق إحدى الخاصيات الهم لأستطيع أن أحدد أن المتتالية وين المتقاربة و أحدد نهايتها إذن سنبرهن مرة أخرى على هذه المتساوية بالترجع على N بالنسبة لاحظوا معي الكتابة في الأسفل بالنسبة لأن يساوي 0 P على جوج N زائد جوج هي P على 4 وكوس P على 4 هو جد جوج على جوج وإيس صفر قدمناه هو جد جوج على جوج مما يعطيني أن الكتابة أو المتساوية صحيحة بالنسبة للحد الأول N يساوي 0 افتراض الترجع نفترض أنها صحيحة بالنسبة لN يعني UN تتساوي كوس P على جوج وس N زائد 2 من افتراض الترجع هذا علي أن أبيين أن العلاقة أو المتساوية صحيحة بالنسبة لN زائد 1 يعني أن أبيين أن UN زائد 1 تساوي كوس P على جوج N زائد 3 أبدأ ب UN زائد 1 إذن صغة UN زائد 1 هي جذر 1 زائد 2 على جوج لكن افتراض في افتراض الترجع أن UN تساوي كوس P على جوج N زائد 2 لاحظوا معي هنا أعزائي التلاميذ ما بداخل الجذر وال البست 1 زائد كوس تيتا هنا يمكن استعمال إحدى السياغ المثلاتية لأقول تيتا هنا هي P على جوج أس N زائد 2 إذن تيتا على جوج هي P على جوج أس N زائد 3 لأحصل على هذه الكتابة بعد الإختزال لأن كوس P على جوج N زائد 3 موجب هذه ملاحظة همما يجب أن يبدأ هو هنا لأن P على جوج N زائد 3 هو يوجد ما بين صفر وP على جوج والكوس موجب مما خول لي استبعاد النتيجة السليمة إذن أحصل على كوس P على جوج N زائد 3 وهي العلاقة صحيحة بالنسبة لأن زائد 1 هنا استعملت صيغة المثلتية التي تبدأ أمامكم على الشاشة إذن برهنت على أنه لكل N من N تتسوي كوس P على جوج أس N زائد 2 سأتمد هذه الكتابة لأحصل على نهاية UN باعتماد إحدى الخاصيات الهمة التي برهنت عليها في السابق للميت ديال P على جوج N زائد 2 تسوي 0 هذا بديه الدلا كوسينوس X معرفة متصلة على R بكامله إذن هي متصلة في هذه النهاية 0 وبالتالي أطبق الخاصية لأقول أن لميت UN تسوي كوس 0 تسوي 1 وهذا والعدف من هذا التمرين الهام الذي استطعنا من خلاله تطبيق معظم الخاصية التي قدمناها حتى الآن بهذا أنهي درس اليوم وأنهي معه سلسلة دروس أهمة المتتالية العددية على الخصوص النهايات المتتالية العددية في الحصة في الحصة المقبلة سنشرع في تقديم مفهوم أو درس يكتسي أهمية بالغة داخل هذا المقرر يتعلق الأمر بالدوال اللغارتمية والدوال الأسية إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله